مباراة سنبا مباراة بتشغل بال كل الأهلوية صحيح صحيح الأهل فاز في تنزانيا بهدف مقابل لشيو وكان ممكن النتيجة تكون أكتر من كده لولا التحكيم اللي كان للأسف ليه تدخل يعني سافر جداً إن الأهل ما يحققش سكور في تنزانيا ولكن مباراة العودة مباراة صعبة جداً يا أحمد طبعاً سنبا فريق محترم يا محمد خلينا تفق فريق بيلعب واحد طبعاً بقى واحد من الأسماء الحضرة دايماً في أفريقيا في المواسم الأخيرة طور مستوية جداً في البطولة السنة دي قد معروض قوية جداً عبدالحق بن شيخة أعتقد كمان حط بصمة واضحة جداً على الفريق وفريق خلينا نعترف أنه أرهق النادي الأهلي في تنزانيا صحيح فيه ظروف صفر صحيح فيه ظروف غيابات صحيح فيه يعني أسماء كتيرة ممكن كانت تبقى وجودها مؤثر مع الأهلي أو تفرق مع مارس الكولر في مباراة صعبة زي دي لكن ما تنساش في الأول والآخر أنه تحييف وصف تنزانيا هو الأول على سينبا دي في حد ذاتها نتيجة مهمة جداً ثانياً بصرف النظر عن أنك أنت هتلعب على أرضك وصف جمهورك والأهلي عودنا دايماً أنه في ملعبه صعب جداً يتعرض لأي مفاجآت لكن كمان خلينا أقول لك أن الدوافع عند سينبا هتبقى بالتأكيد المغامرة وده أعتقد أنه هيستخدمه مارس الكولر بزكاءه المعروف عنه بإذن الله مكسب مريح يأمل لنا الصعود لدور الأربعة هو كمان سينبا جاي القاهرة ولا يبكي على شيء هو خاصران كل شيء فبالتالي جاي بيلعب مباراة رهان بالنسبة له وعشان كده بتأتي أهمية وصعوبة المباراة والأهلي داخل مباراة بتركيز شديد جداً بمين نحن دائماً نركز مع التفاصيل اللي علاقة بالتعينات التعليم أنا عايز أقول حاجة بس في الجيم كمان يا محمد لأنه يعني طبعاً هو الأهلي هو الفريل الوحيد اللي حق أفوز في اللاجون أو في الجولة الأولى من لقاءات الزهاب كل المطشات التانية التلت المطشات التانين انتهوا بالتعادل لكن الحقيقة من خلال متابعتي أنا شفت بعض المطشات وشفت هايلايتس لمطشات تانية التمن فرق اللي وصل لدور التمانية فرق قوي جداً مفيش مواجهة أبداً من هنا إن شاء الله لغاية الوصول لمرحلة النهائية أو مباراة النهائية هتكون صعبة اللي يهم جمهور النادي الأهلي لو هتكلم بلسان الجمهور إيه مش بس فكرة المكسب والعبور لكن يهمني كمان أشوف كورف الفريق يعلى يعلى بالضبط وهي فرصة كويسة جداً بتاع فريق محترم فريق قوي مش فريق مش بالخصم الهيين على الإطلاق على ملعبك وسط جمهورك إنه الأهلي يقدم كمان مع المكسب إن شاء الله أداء يطم من الفريق أو يطم من الجمهور في الأدوار اللي جاية بعد كده إن شاء الله بإذن الله خاصة من المطشات كلها أربع أضاهي يعني هتخلص مطش سينبا بإذن الله الأهلي يتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائية أنت بتتكلم بالضبط من 5 إبريل لـ 20 إبريل أسبوعين وفي النص عندك مطش الزمالك وفي زد في مطشات تانية طبعاً بس الزمالك هو المحطة المهمة وفي قصة وحكاية أكيد على قصة مباراة الأهلي مع زمالك في الدوري ده أكيد هنتكلم فيه خلال الفترة الجاية ولكن من النهاردة بنتكلم على مباراة العودة مباراة العودة هي درها حكم تشادي هو اسمه الحج ألو ده حكم من تشادي بالمناسبة هو الحكم اللي قدر مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأم الأفريقية اللي انتهت 2-2 كان فيه جدل كبير جداً أنا فاكر وقتها على لعبة هدف مصطفى محمد هو اللي حسب الهدف ولا الفار هو اللي تدخل ويحتسب الهدف وهيكون معايا على تقنية الفيديو الحكم الجابوني بير أتشو وحكم من جنوب إفريقيا اسمها مكاليمة هي مساعد إيفار مع الجابوني بير أتشو نتمنى أن التحكيم يكون عادل في هذا اللقاء لأن بصراحة الأهلي تعرض لظلم تحكيمي كبير جداً في لقاء الزهاب المحمد صحيح ورغم معلومات اللي عندي أنه كان فيه اعتراف من عديد المسؤولين وده في رسائل موثقة معايا بأخطاء تحكيمية أثرت عن نتيجة وكان فيه رسالة للحكام في مباراة العودة أو في المباراة القادمة أخذوا بالكم للأخطاء ما تتقررش تاني ولكن مع ذلك ما كانش فيه قرار ضد هذا التقيم وانا أقول لك يعني هو عموماً التحكيم في أفريقيا الحقيقة محتاج ملف كبير ويمكن متخصص جداً في الجزئية الخاصة بالتحكيم محمد لكن دايماً حقيقة كمان بالزاد في نفس المتشاط ممكن نتفق أو نختلف على أنه فيه يعني ضربة جزاء بتاعت مادس مثلاً ناس كتير جداً اختلفت عليها فيه ناس أقارت أنها ضربة جزاء واضحة وصريحة مش محتاجة حتى تدخل فار فيه ناس قلت لك لأ فيها شك لكن في النهاية لما بشوف في نفس الجيم في نفس المتش لعبات تانية بتحتسب على أهلي أقل عمفاً أو أقل وضوحاً ده بالزبط اللي بيخلي الناس تشك اللعبة دي بتتحسب بمنتهى السهولة وبدون أي تردد وفاش أي شك لكن لعبة بالنسبة لنادي الأهلي ما بيفكرش حتى يروح للفار أو الفاريا السادعي دي بتحط علامات استفهام كتير نتمنى التوفيق الحياة لتقم التحكيم وأعتقد أنه ما بنلاقش قاومة التحكيم هنا في مصر بيبقى بيلتزم الحياة على قد ما بيكون بره ملعبنا لا لا كل بره نتمنى التوفيق لكن ده تقم التحكيم اللي هيدير لقاء العودة بإذن الله يوم الجمعة الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة وهيسبق مباراة الأهلي وسيمبا